المسيح خلينا أتكلم عن بعض الحقائق لماذا كان على يسوع أن يجرب طبعاً في استفادة وفي عدة دروس من هذا الموضوع أولاً نشوف أنه المسيح تجرب حتى يظهر لنا طبيعة وعمل الشيطان من خلال تجارب المسيح استطعنا أن نستشف أن الشيطان لئيم يريد أن يدمر يريد أن يهلك أنفس الناس فالشيطان مكتوب عنه هو الحية القديمة هو المشتكي والمجرب هو المخادع وهو اللص والقاتل كان ذاك قتالاً منذ البدء هو سيد قاسي ومدمر جداً يريد أن يعني يخرب صبل الله المستقيمة وإرسالية إبليس طبعاً نستطيع أن نفهم أنه يثني المسيح عن الذهاب إلى الصليب فكل الموضوع كان شغل الشاغل إبليس أنه يعطل المسيح من ذهابه للصليب شيء تاني الدرس التاني اللي بنتعلمه من خلال هذه التجارب أنه أظهرت لنا إنسانية المسيح الكاملة تعرفوا مش سهل أنه المسيح يتخذ جسد في ملء الزمان ويولد في بيت لحم في مذود متواضع والكتاب سميه عبد أخلى نفسه آخذاً صورة عبد اشترك في جسم بشريتنا عاش في مدينة الناصرة سمعتها مش كلها القد وفي حياته قال يعني ليس لابن الإنسان أن يسند رأسه للتعالب أو جرى ولطيور السماء ولكن ليس لابن الإنسان أن يسند رأسه ما عندوش مكان كان متواضع جداً عاش حياة بسيطة حتى لما دخل أورشليم ما عندوش إحمار جابولوا حمار لكن فرشوا على الأرض يكرموه ويحترموه حتى لما مات ما عندوش قبر استأجر قبر شخص آخر حتى يدفن فيه قبل قيامته من بين الأموات منشوف إنسانية المسيح عطش جاع تألم مر في ظروف كثيرة مثلنا لكن بلا خطية كما يقول الكتاب المقدس والمسيح أخذ جسد إنسان حتى يظهر الإنسانية الكاملة ويمر في كل ظروف الحياة اللي أنت وأنا مرينا فيها فمنشوف إنسانية يسوع المسيح اللي هو قال عن نفسه مراراً عن نفسه ابن الإنسان شيء تالي المسيح يفهم ويتعاطف مع المجربين فهو رئيس كهنتنا الأعظم بحسب عبرانيين إصحاح أربعة فهو يقدر ويتعاطف يعني بيفهم كل ظروف حياتنا وكل أمورنا فعم بيتعاطف معنا في المعمودية وقف في الماء يتعاطف مع الخطاء التوابون وقال ينبغي تكميل كل بر هو فاهمك خابزك عاجنك عارف كل دخلياتنا كل ظروف حياتنا يقدر أن يعين المجربين بيتعاطف معنا شيء آخر تجربة المسيح وانتصاره هو مثل لنا يعني حتى نعيش هذا الانتصار والكتاب يقول وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت